تثمين واستحسن كبيرا لمواطني بلدي تيتبو مهدي بولاية تيزيوز نظرا لتحسن الأوضاع على مستوى بلدياتهم بعد المحليات الجزئية وعودهم تتجسد تدريجيا بدءا بتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية وتفعيل قنوات التواصل مع المواطنين البرزيدون الرببليكي ينسيس بادفير ديزابيل قال لك لازم نتيجة لازم يفوضي رزولتات لما البوش رغبت المواطن للمهم هذا المركز البيداغوجي سيستقبل 40 طفل من كل منطقة شهر المرس بإذن الله المركز يفتح باكرية للمبليا هنا في أثبو مهدي بلديات أيت محمود هي أيضا تعرف اليوم حركية كبيرة سيما بعد انطلاق أشغال إنجاز بعض المشاريع التنموية مباشرة بعد استفائها كل الشروط المطلوبة الغدية للمحن يفرح بيضاء ملاحة للمحفزيك يمكننا الوضع الإطلاق من حصل المواطنين يتعلق مع المفكرة على الوضع المدينة لذلك سيكون من خلال أحدهم لذلك سيكون من خلال أحدهم لذلك سيكون من المجرد ترجمة نانسي قنقر هذا وتبقى الأمال وتطلعات كبيرة لدى ساكنة بلديتي أيت محمود وأيت بو مهد في منتخبهم المحليين لمواصلة التجسيد الفعلي لوعودهم ميدانيا والاهتمام أكثر بانشغالاتهم اليومية لا سيما ما تعلق بفئة الشباب